ومن الصفات الجليلة العظيمة التي بيَّن لنا ربنا تبارك وتعالى أنه اتصف بها الحياء وبين لنا تبارك وتعالى أنه يحب هذه الصفة من عباده فقد جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديثي يعل ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر الله تبارك وتعالى حيي ويحب الحياء بيَّن أنه اتصف بالحياء وأنه يحب من عباده أن يتصف بهذه الصفة العظيمة الجليلة وجاء عند أحمد وأبي داود والترمذي واللفظ له من حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين والحديث صحيح